بما فيهم النائب الأول لرئيس مجلسي الواقص مع نصاب 165 إذن النصاب غير منهم حقاً بلقاير في هذه النعمة لا يسعف الوقت جوقة المتصارعين في العراق على الوزارات الشاغرات بالحكومة الجديدة فيرجئون التصويت عليها جلسة بعد أخرى حتى يصل البائع والمشتري وسمسار الصفقة الأكبر إلى صيغة مرضية تحفظ المصالح والنفوذ وتبقي عنان العراقي تحت السيطرة لكن مع خلو الساحة من منافسين أشداء أو على الأقل مجتمعين تقلصت دائرة الصراع من دائرة المحاصصة الطائفية أو القومية إلى الحزب الواحد ثم الكتلة الواحدة خصوصاً بحلقة الصراع الأشد ضراوة على حقيبة وزارة الداخلية صحيفة The Irish Times الأيرلندية قالت أن صراعاً شيعياً شيعياً على المنصب أدى إلى تعثر تشكيل الحكومة الجديدة بالرغم من مرور ستة أشهر على الانتخابات مؤكدة أن هذه العامل يحرص على تولي فالح الفياض للوزارة بهدف الحفاظ على قبضته عليها سريعاً دخل نور المالكي على الخط فأكد بأن اتلافه لن يسمح لعادل عبد المهدي أو لكتلة البناء باستبدال الفياض أو غيره من المرشحين للوزارات الشاغرة معتبراً أن تغيير الفياض يدل على فرض إرادات من قبل تحالف سائرون على الحكومة والبرلمان أما تحالف سائرون فقد اعتبر حديث المالكي غير مقبول وأنه جزء من التدخلات الخارجية التي تؤثر على المشهد السياسي هذا على لسان النائب عن التحالف مظفر إسماعيل الذي جزم بأن الرفض لا يخص كتلة بعينها وإنما هذا رأي رئيس الحكومة أيضاً بفالح الفياض لكن هذا التصريح له ما يناقضه فقال النائب حنين القد عن تحالف الفتح إن رئيس الحكومة الحالي عادل عبد المهدي هو المتمسك بفالح الفياض كمرشح للداخلية وليس تحالف الفتح وإذ لا تعرف نهاية واضحة الملامح لصدام أركان الحكومة المستعر لكن نظرة بسيطة على الوضع السياسي في العراق تقول إن اليد التي يشد عليها سليماني تكون هي الرابحة على الأغلب